بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثانية متوسط مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا بعدما أرضت لكم النموذج الرائح لمراجعة الفرض الثالث واللي رح نتمنى أن يكون جميعا جيبوا علامات جيدة بالتوفيق للجميع نبدأ على بركة الله بعدما حلينا في الجزء الأول التمرين الأول ثم بعد ذلك التمرين الثالث لمن لم يرى بعد هذه التمرينات ما عليه إلا العودة إلى الجزء الأول من التمرين إذن نيوما جبت لكم حل الوضعية الإدماجية إذن الوضعية الإدماجية لها وضعين إذن تقول الوضعية استعملنا مغناطيسية مغناطيسا في وضعين مختلفين الوضع الأول لهو هذا الوضع الوضع الثاني لهو هذا الوضع أتمنى أنكم حاولتوا فيه ثم بعد ذلك نجي الحل النموذج نبدأ على بركة الله في الحل الوضع الأول إذن لازم عليكم أولا نقرأ الوضعية جيدا مرة مرتين نفهم ماذا تقول الوضعية ثم نجي للأسئلة ماذا تقول الوضع الواحد ماذا يقول يقول المغناطيس لهو هذا له قطبان شمالي وجنوبي وشبه يلامس مسمارا هذا مسمار يلامسه من الحديد اللين والمسمار يلامس برادة الحديد إذن هذه النقاط هي عبارة عن برادة الحديد وش يقول سؤال ماذا يحدث طبعا هذا الدرس شفناه في طرق المغناطة إذن ماذا يحدث طبعا وش لا نشوفه في الصورة نلاحظ أن برادة الحديد ينجذبت إلى المسمار الحديد إذن وش نكتب ماذا يحدث نقول أن ينجذب أولا ينجذب المسمار نحو المغناطيس لأنه يطلب من ماذا يحدث للمسمار نبدأ وقبل بالمسمار عندما ألامسه مع المغناطيس نقول أن المسمار ينجذب نحو المغناطيس لماذا نزيد لكم التعليل رغم أنه غير مطلوب نقول لأن المسمار قد تمغنط باللمس إذن نكتب العجابة السؤال الثاني يقول ماذا حدث لبرادة الحديد شوفوا معي هذه هي برادة الحديد ماذا حدث لها إن جذبت أيضا نحو المسمار لماذا؟ لأن المسمار قد تمغنط باللمس إذن نكتب شوفوا معي يقول بعدما كان يجيز سؤال ثالث ولكن قبل ذلك يقول أنزع المغناطيس وش معنتها؟ معنتها أن ننزع المغناطيس من المسمار ماذا يحدث؟ إذن ماذا تتوقع أن يحدث؟ نحن نعرف أن المسمار مغنطته مؤقتة يعني ما تبقاش طويلا ما يبقاش المسمار طويلا ومغنط وش رح يحدث؟ رح تسقط برادة الحديد من المسمار لماذا؟ لأن مغنطة الحديد مغنطة مؤقتة فقط ليست دائمة ما تبقاش طول يعني ما تبقاش لمدة طويلة إذن وش نكتب؟ ماذا تتوقع أن يحدث؟ إذن نقول عند نزع المغناطيس من المسمار تسقط برادة الحديد إذن نكتب إذن قلت عند نزع المغناطيس من المسمار تسقط برادة الحديد لأن الحديد لا يحافظ على مغناطته طويلا الآن سؤال الرابع يقول ما نوع طريقة المغناطة؟ حذاري وش معنتها؟ ما نوع طريقة؟ يعني تذكر طريقة المغناطة إحنا وش شفنا؟ طرق المغناطة هي الدلك أو اللمس أو التأثير هنا شفنا أن المسمار يلامس المغناطيس إذن نقول طريقة المغناطة الحديد هي طريقة أو هي المغناطة باللمس إذن نكتب الإجابة وش يقول السؤال الأخير؟ ما نوع هذه المغناطة؟ ما التعليل؟ لازم نشرح كي نمد نوع المغناطة نمد التعليل أولا شوفوا معي نوعيد التجربة هدنا مغناطيس يلامسه مسمار حديدي هنا وش تشوفوا دائما قلنا طريقة المغناطة هي اللمس طريقة طريقة هي اللمس لأن هناك طريقتين طريقة اللمس طريقة الدلك هنا نقول طريقة هي طريقة اللمس ثم بعد ذلك نشوف نوع المسمار مادة المصنوعة يعني المصنوع منها المسمار هو حديدي إذن دائما كيكون مسمار حديدي تكون المغناطة كيف نوع التحى تكون مؤقتة نحن شفنا أن المسمار أو الحديد مغناطته مغناطة مؤقتة إذن نقول نوع المغناطة هي مغناطة مؤقتة لماذا التعليل؟ لأن المسمار أولا من جهة من الحديد الليين ولأن أيضا يعني هناك شيئين الشيء الأول أو السبب الأول أن المسمار حديدي السبب الثاني أن برادة الحديد سقطت بعد مدة زمنية قصيرة فقط يعني لم تبقى ملتصقة بالمسمار إذن يعني أن ذلك لم يحافظ على مغناطتها يعني المسمار لم يحافظ على مغناطة برادة الحديد إذن لهذه الأسباب نقول أن مغناطة الحديد مغناطة مؤقتة إذن نكتب الحال إذن نوع المغناطة هي مغناطة مؤقتة دائما كنت تلقاوه أي صفيحة حديدية للمهم تكون مصنوعة من الحديد هي نفس الأجوبة هي مغناطة مؤقتة لأن المسمار من الحديد الليل ولأن برادة الحديد سقطت بعد مدة زمنية قصيرة أي لم يحافظ على مغناطتها أتمنى أن لحد الآن واضح نجيلي حل الوضع الثاني شوفوا معي الوضع الثاني تقريبا نفس الأسئلة تقريبا نفس التجربة الاختلاف رح يكمن في التالي نقرأ الوضع إذن يقول المغناطيس يلامس إذن دائما أدنى الملامسة إذن المغناطيس يلامس مسمارا من الفولاذ إذن هنا الفارق بعدما كان من الحديد هنا من الفولاذ إذن المادة المصنوعة تعمل مسمار مختلفة عن الوضع هذا الثانيين مختلفة عن الوضع الأول في الوضع الأول كان من الحديد الآن من الفولاذ والمسمار يلامس برادة الحديد تقريبا نفس التجربة وش يقول الأسئلة أجب عن الأسئلة التالية ماذا يحدث للمصمار ماذا يحدث للمصمار نفس الأجوبة نقول ينجذب المصمار للمغناطيس إذا نكتب أول جواب إجابة مختصرة جدا لأنه يقول لم يطلب منكم التفسير ولا التعليل يقول فقط ماذا يحدث للمصمار المصمار ينجذب نحو المغناطيس إذا نكتب الإجابة الأولى إذا في الوضع الثاني نقول ينجذب المصمار من الفلد نحو المغناطيس السؤال الثاني دائما نشوف الشكل يقول ماذا حدث لبرادة الحديد نفس الشيء نلاحظ أن برادة الحديد انجذبت نحو المصمار من الفلد إذا نكتب إذا بعدما كتبت الجواب الثاني تنجذب برادة الحديد نحو المصمار من الفلد الآن الحالة رقم ثلاثة أو السؤال ثالث دائما نشوف الشكل يقول أنزع المغناطس إذا ننزع المغناطس من المسمار مش رح يحدث ماذا تتوقع أن يحدث إذن يقول لي عندي مسمار وبرادة الحديد إحنا شفنا أن المسمار من الفلاذ وش قلنا على الفلاذ توقع أن يكون أن تلتصق برادة الحديد بالمسمار تظل لاسقة في المسمار لماذا لأن الفلاذ يختلف عن الحديد الفلاذ مغنطته دائمة يعني تدوم تدوم لمدة أطول من الحديد إذن نقول نكتب الإجابة مش نقول في الإجابة نقول عند نزع المغناطيس من المصمار الفولاذي تبقى برادة الحديد ملتصقة بالمصمار لأن المصمار حافظ على مغناطته الآن يقول سؤال رابح ما نوع طريقة المغناطة إذن نركز لكم الطريقة والنوع تختلفان يعني هنا صحيح أن كين نوع نوع ولكن ما نوع هنا يذكر طريقة وهنا ما نوع هذه المغناطة إذن طريقة دائما يتلقوها باللمس يتلقوها بالدلك إذن ما نوع طريقة المغناطة قلنا في المعطيات أن المغناطيس يلامس يكون قلنا أن نحك أو ندلك هنا نقول بالدلك هنا بما أن ذكر يلامس هذه الكلمة المفتاحية ستدل على طريقة المغناطة إذن نقول طريقة المغناطة هي المغناطة باللمس إذن نكتب الإجابة إذن كتبنا طريقة المغناطة هي المغناطة باللمس آخر سؤال في هذه الوضعية إذن يقول ما نوع هذه المغناطة؟ ما التعليل؟ لازم ندلو التعليل لماذا المغناطة تسمى هكذا إذن نوع المغناطة هنا بما أن المصمار مصنوع من فولاد دائما كنتشوفوا صفيحة من الفولاد أو مصمار من الفولاد المهم تكون من الفولاد المغنطة هي مغنطة دائمة لماذا؟ نشرح لكم التعليق إذن أولا لأن المصمار مصنوع من الفولاد والفولاد مغنطته دائمة ثاني الشيء قلنا أن ماذا تتوقع أن يحدث شفنا أن بردة الحديد بقيت ملتصقة بالمصمار إذن نقول نوع المغنطة هي مغنطة دائمة لأن المصمار من الفولاد من جانب ومن جانب آخر لأن بردة الحديد بقيت ملتصقة بعد نزع المغنطيس أي حافظت على مغنطتها هذا هو الجواب على هذا السؤال أتمنى فقط أنكم استفدتم من هذا الموضوع ولو هو مراجعة للدروس لشفناها مع بعض على القناة بالتوفيق لجميع أتمنى لكم جميع النقاط جيدة سلام الله عليكم صحة فطوركم صحة صحوركم صحة رمضانكم إلى المنطقة في انتظار تعليقاتكم وأراءكم على الموضوع سلام الله عليكم